الخبر الأول الذي عادنا عن يارا مارو ردها على أحمد وسالي فبعد من نزلوا شيئا ستوريات عنها كانت يستهزؤون بها ويحتوي على متابعيها أنهم كلاب ويصوفوها بالأخيارة رغم أن يارا أساساً ما حاجت عليهم ولا شيء فبعد نزلت على حسب الإنستغرام هذا الستوري اللي هي المقولة التي يقولونها أشخاص من برج الأسد ومن برج الحمل والتي طبعاً هي أختها من برج الأسد ومن برج الحمل وطبعاً هذه المقاللة مقولة كانت تقول يا حبايب لا أحب الانتقام لأنني لا أستطيع أن أقضي كل عمري فجري وراء كلب عظه كما عظني وإلى من واضح أنه تقصد أني مرحت رد على أحمد وسالي وصارت توصفهم بالكلاب أصدرحت الرد ما لا تكون لش قوي عليكم نكتبوني أحباب بالكومنتاشركم ردالا وهل أنتو ويا يا رمار أم ويا أحمد وسالي ننتظر حالياً ناري نبيوتي واعترفها أنه هي سرقت أغنية ارتاح أنا اللي نزلت قبل فترة فرزت هذه السورة جاء واحد من المتابعين قاعد يقولها أنه أنت سرقت أغنية ارتاح أنا فقالت يب هي سرقت هذا الشي أنه هي حبت اللحن وحبت أن أتقلده وطلعت نتيجة بالنهاية خرافية أصدر أحركة حلوة من ناري نبيوتي أنه تعترف أنه هي الأغنية مسروقة ومن لسبة أشخاص لا يعرفون أنها أغنية مسروقة بضبط فهي انسرقت من هذه الأغنية الأجنبية اللي حاب بني راح يسمعها يسمعها حسنا الحباب اتمنى بالكومنتات ماذا رأيكم بهذا الخبر ننتهي لحاليا القمر ما رأيش أنه صاروا إياه فنزلت هذه السورة كانت كادمة بي وأنه بس من المتابعين اللي قاعد تسلون ماذا صاروا إياها الحمد لله وصلت بالسلام وصورة الفلوغ راح تنزلها بليوم وبالسورة اللي بعد قالوا وشون تعرفون أن القمر راح تلبلد العلبي وأنه فتت المحلات كلها على مودة جيب نيدو اللي هو الحليب وبالسورة اللي بعد يا حبايب قاعد قولوا الهيو كل اشتعبان ولا كتريت من تجلنا الفيديو اللي راح تنزلها اليوم واخر شي ختمت بهذه السورة شابت من الفراش وكاتب صالح يومين كاملة منايمين لنقاعد خصوصة السفر ومدري شنو وخلص بمونتاج راح ينزل الفيديو باتش راح قلن حمد لله على السلام ووصولها بالخير ومالكيد نحن كم متابعين لازم ينفجر مقطع اللي راح تنزل اليوم على الساعة الخمسة كتبوا نحبا بلكومنتاج راح تنزل اليوم راح يكون عبارة عن مقلب بغاية مروعة راح تنزل اليوم يا جماعة الشي رهيب هلا خلصت مونتاج صار ساعة صفعة تقريبا عندي خليكم جاهزين بكرة الساعة اربعا لشي خروف لا حتى لنا بمونتاج رسع فيه تقريبا ساعتين حتى اخلص الفيديو كتير حلو فا باهتم بأضاق التفاصيل راح ينزلكم بكرة المقلب الرهيب الرهيب خليكم جاهزين شوف 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 والله وطبع اكتبنا يا حبابي كومنتاج المقطع منه 50 اكثر بين قمر مار و نور مار ننضغل الحالية المتابعين وكشفهم حقيقات ياسو والتقاء هوية وسام تيكت فيرس يا حبابي بنزلت هذه اللي سوري تشات من داخل السيارة وكذب الشخص اللي قاعد السوق الشتوبة ماخذ الشهادة مال السواقة وشكلها حسوية بينا حدث وما يعرف يا حبابي بني وسام تيكت مصر غير اسبوعين بس ماخذ شهادة السواقة فهل تتوقع يا حبابي انها فعلا تقصد بسام تيكت انها هي تشات وياب السيارة او لا ماذا صرحتم يا حبابي لكمنتاج ورايكم وبس لنهاصلت المقطع ثم اقصعدكم منسسوا ان تفجروا هذا المقطع بلايكات وبس شوفكم فاتزين من قناة هذا المقطع او او اطفاء او 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 اكيي شوفكم فاتزين من قناة بكت القصص مع السلامة شكرا